طيب نورة محمود بتكلم ان هي بتعاني من هالات السودة بشكل يعني مستمر تعمل ايه علشان تعبت الهالات السودة اولا تنام كويس قوي تقلل من التوتر العصبي لو هي بتقعد في شمس او اكسبوز للشمس ما تنساش الوقف الشمس بتاعها ثانيا ان مهمة قوي لعلاج الهالات السودة او لتحسين المظهر الفيتامين بي 12 لانه هو داعم جدا لقرات الدم الحامرة بي 12 بي 12 الكوبلامين كل مرة اقول البي 12 لانه مهم جدا للصحة العامة بلاس ان هي لازم تعمل سي بي سي او كومبليت بلان تتأكد من الفريتين وتتأكد من الهموغلوب انه مش نقص دول بيستم نقص الحديد والتاني ما اسأل عن ايه نقص ده مغزون الحديد بلوتين مغزون الحديد فيتامين سي حلوة قوي داخل قلب مالتي فيت لان فيتامين سي بيعليل امساس الحديد الحديد للأسف المعدة ما بتنتصوش كويس دي مشكلة كبيرة وبالذات النباتيين عندهم نقص رهيب في الحديد لان بيقولوا لك ايه السبانخ كله سبانخ فيها حديد لكن عايز اقولك ان استبانخ فيها حديد بس حاجة اسمها لو كواليتي الحديد الهاي كواليتي من مصادر حيوانية فعندي مشكلة مع النباتين اللي ما بيكلوش لحوم خالص عندهم اكيد مشاكل في الفيتامين انا فكرة انا منهم يعني لو هتنتكلم بقى انا فعلا انا حضم صوتي لصوتها لان انا من الناس بردور تحت عيني بحسوا غماء مؤخرا ما كانش عندي الموضوع ده زمان بس انا مبطلة اكل لحمة حمراء بقالي سنين يمكن عشر سنين واكتر باكل الفريق قليل جدا اللي باكله شوية ممكن يكون السيفود بس فعلا هل ده لي تأثير على طبعا طبعا فيتامين بي 12 اكتر مصدر لي هو اللحوم فعلى طول بقول النباتين لازم يمشي على مكملات غذائية لا جدال دي نقطة مهمة جدا انا كنتش عارف الموضوع ده فعلا يعني كنت افتكر ان اللحمة بالعكس ضررها اكتر من نفعها لا انا اكل لحمة كل يوم يعني يعني مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع بكميات كويسة مش هتضرين كويس بس مش اكتر من كده يعني ما نقطرش عن اللحوم ده في ناس بتفتر لحمة عندنا كده كثير في العيد بزاد ويختاروا على المياه غذية دي كارثة يا جماعة انا على طول بقولي انا هواند السحة ما بتتعوط والله العظيم فعلا احنا بنتهاون بنتهاون والصباح على الله ومش من مرة مش من اتنين مرة واتنين دي بتوصل لألف يعني لان الحاجة اللي ما نقدرش نعوضها هي فعلا الصحة فلازم لازم ندعم صحتنا كويسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة